بص أنا ما عتدتش على مارس الكولر متضايق ما عتدتش على مارس الكولر مبررات ما عتدتش على مارس الكولر الشمعات وما زلت عندي رأيي أنه واحد من أفضل المدربين أجانب اللجوم مصر حطي دي على جنب هالنتاج هتبقى حتى لو النتاج بقت سلبية أكتر من كده على فكرة على فكرة زي ما كان رأيي في جزالده في الليلة مدرب الزمالك دخل في مرحلة في آخر عاده من النتاج السلبية وكنت عندي رأيي أنه واحد من أفضل المدربين الأجانب لجوم مصر فما عتدتش كولر ممكن لاجهة سلبية دلوقتي ممكن تبقى سلبية أكتر هيفضل بالنسبة لي واحد مدرب كفر لها دلالات يعني أنه عنده استمرارية عنده أداء جيد على مستوى الجماعة عنده أداء جيد على مستوى التطوير الفردي حصل كل ده السنة اللي فاته شفناه بشكل واضح بس لما الأمور يبقى فيها توطر تبدأ تفكر مش في أمور فنية مش في نتائج أنا ما زلت عند رأيي برضو أنه الأهل مش في أزمة عشان الناس برضو بتكبر الموضوع مش في أزمة بس الدنيا مش حلوة على مستوى النتائج على مستوى الأداء عديك تحليل ممزوج ببعض المعلومات ممزوج ببعض الحقائق اللي حارك عارفها وشفتها بص يا سيدي بيرستاو ملعبش النهاردة عشان متضايق لما ملعبش أو مبدأش المباراة الماضية هيتقلك بقى أصله كان راجع من جنوب أفراقيا أصله كان مش عارف إيه حتى لو هيراح المطش اللي فات مش هيراح المطش شاطئ المطش ده خاصة بيرستاو هو الورقة الأهم أصلاً عند مرس الكور واحد اتنين من كام يوم؟ أنا بقولك من كام يوم مش من كام شهر حمامك ديقفشة بيتغرم عشان متضايق هو أخير من كام يوم أحمد عبدالقادر متضايق من كام يوم صلاح محسن متضايق من كام يوم إمام عشور متضايق مش ملاحظ إن الموضوع ده بقى يتكرر عند العيبة كتير ده مش عوايد النادي الأهلي ولا هي روح النادي الأهلي ولا الحالة الجيدة اللي فيها النادي الأهلي ولا فرقة كيتكسبانا كل حاجة الموسم اللي فات في حاجة غريبة من الموسم اللي فات للموسم ده طيب إيه بقى يا سيد يا مشجع للنادي الأهلي اللي تغير من أهلي الموسم اللي فات لأهلي الموسم الحالي نفس الموديل الفني نفس اللعيبة نفس المدرب العام نفس المدرب المساعد نفس مدرب حراس المرمى إيه اللي تغير خلى الوضع من جوه يبقى فيه حاجة غلط أنا عارف إنه جواد والإجابة صحيحة عموماً مارسل كولر الموديل الفني للنادي الأهلي بعد المباراة قرر عودة لاعبي النادي الأهلي إلى مقر النادي بالجزيرة كعادة مارسل كولر مارسل كولر لما النتيجة تبقى سلبية لقى تعالوا بقى للموا بعضوك كده ويلا على الأوتوبيس إحنا طالعين على التيتش عايزين نروح لا مفيش مرواح عايزين نرتاح مفيش راح هنروح كلنا على التيتش الأول تاخدوا محاضرة ظريفة كده في المحاضرة دي أو في الكلام اللي قالوا مارسل كولر في الطريق للتيتش يعني قالوا منه متدايق جدا من تقرير الأخطاء متدايق جدا من عدم التركيز ومتدايق جدا من اعتراض بعض اللعيبة وكثير من اللعيبة في الفترة الأخيرة على عدم مشاركتهم أسيين في المباراة وده مش عادة الأهلي وغريبة جدا حاجة غريبة جدا كدش موجودة في الأهلي لا السنين فاتت ولا سنين فاتت ده بيحصل تاني حلاك عارف قصة صلاح محسن حلاك عارف قصة أفشة في منهم اللي معلن واضح في منهم اللي من الكواليس اللي الكل اتفع عليها وتجمع من معلومات في النادي الأهلي صلاح محسن محمد مجد أفشة ستاو وقت واحد خامس نسيته نسيته بقى خلص بس في لغبطة في لغبطة جوا بتحصل أحمد عبدالقاتر الخامس في لغبطة بتحصل ماشي ده فيما يخص مباراة الأهلي وسموح هنتكلم عنها كتير النهاردة مع ضيوفي محمد جمال وأحمد الحنفي